بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا طلبة قسم التشغيل المعادن أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم في بيتنا مدرسة النهاردة بإذن الله سنأخذ مادة جديدة ودرس جديد وهي مادة تكنولوجيا الخراطة مادة تكنولوجيا الخراطة أولاد هي مادة أساسية في مواد التخصص وطبعا هي مادة مرتبطة بالنواحي العملية والمهارات الفنية اللي احنا بنعملها داخل الأقسام العملية مادة تكنولوجيا الخراطة حندرس فيها طبعا المخرطة اللي هي مخرطة الزنبة وازاي حنقدر نطلع عليها كتير من المنتجات بعمليات كتير ولكن اللي حيفرق ما بين دراستنا النظر اللي هي الدراسة المعرفية والدراسة العملية اللي احنا بنشتغل بيها داخل الأقسام ان احنا في الجزء المعرفي حنكون متعمقين أكتر في جزيئات كتيرة داخل العمل في المخرطة بمعنى اننا في الناحية العملية انا بقدر ان انا اعمل عملية خراطة على المخرطة باستخدام كافة الأجزاء وكافة الوسائل وكافة الأدوات اللي موجودة عندي ولكن انا ليه اخترت الأداة دي؟ ليه اخترت السرعة دي؟ ليه اخترت ان انا اعمل عملية معينة بأداة قطع معينة؟ هو ده اللي هنجاوب عليه في حلقتنا النهاردة وزي ما تعودنا مع بعض ان احنا دايما هنبدأ الحلقة بتاعتنا بسؤال او اتنين بحيث ان الشرح اللي احنا هنشرحه مع بعض هو اللي هيكون الاجابة بتاعتي واسئلة حلقة النهاردة اول سؤال عندي وهو ايه هي استخدامات المخرطة؟ السؤال التاني انا عندي اداة قطع اداة القطع دي هل هتختلف من معدن لاخر؟ هل هتختلف من معدن لاخر في نوعها؟ او في زوايا القطع بتاعتها؟ او في حدود القطع؟ يبقى السؤال الاول ايه هي العمليات اللي انا هعملها على المخرطة؟ السؤال التاني اداة القطع اللي انا هستخدمها هل هتختلف من معدن لتاني؟ السؤال التالت والاخير وهو لما حاجي اسبت المشغولة بتاعتي على مكينة المخرطة هل تثبيت كل شغلة حيستخدم اداة تثبيت مختلفة عن الشغلة اللي قبلها؟ او شغلة غيرها؟ هم دول التلات اسئلة اللي احنا هنجاوب عليهم في حلقة النهاردة قبل ما نجاوب على اسئلتنا لازم تعرف هي ايه اهمية اقسام التشغيل وهي ايه هي استخدامتنا او اهمية قسم الخراطة من اقسام التشغيل في الصناعة عامة لازم تبقى عارف ان قسم تشغيل المعادن وخاصة الجزء الخاص بالخراطة المعادن ده عصب اساسي وركن اساسي في الصناعة بواجه عام ليه؟ لان اقسام التشغيل اقسام بتحتاج لها كل الاقسام المختلفة في شتى الصناعات اللي موجودة في البلد بمعنى انا عندي صناعة زي صناعة النسيج مكينات النسيج اللي بتعمل القماش والسجات كلها تركبها من الداخل اعمدة دورانية اعمدة كرانكات اعمدة كامات عشان تحول حركة دورانية الى حركة ترددية نطلق نفس الحكاية في الجزئية الخاصة بالملابس المكينات بتاعة الخياطة مكينات الخياطة برضو كلها اساسها حركة دورانية وبنحاول نحاولها لحركة ترددية تالت حاجة طب والاقسام الكهربية كلنا هنقول الاقسام الكهربية هتحتاج الجزء الميكانيكي الدوار ده في ايه؟ اقول لك هو مثلا المحرك الكهربي المحرك ده تركيبه من جوه مجموعة من الملفات الكهربية وعن طريق الفضل المغناطيسي بتحصل حركة دورانية طب الحركة الدورانية انا باخدها منين؟ من العمود الرئيسي من المحرك تاع الكهرباء من المحرك الكهربي العمود الرئيسي ده عمود استواني عمود دوراني وطبعا انا باخد منه الحركة عن طريق تنبير وممكن ننقل الحركة منه عن طريق تنبير بسيور او عن طريق تنبير او عن طريق تروس يبقى اذا كل الصناعات دي حتى الصناعات الخشبية اساسها حركة من اعمودة استوانية مقطعها دائري اعمودة استوانية مقطعها ايه؟ دائري طب انتو عارفين المكانة الاساسية اللي احنا بنشتغل عليها ترجمتها بالانجليزي ايه؟ تيرنج ماشين تيرنج ماشين تيرن يعني دوران تيرنج ماشين هي مكينة الخراطة ومكينة الخراطة هي احد المكينات اللي ممكن استجمها علشان اعمل مشغولات استوانية ليه؟ بعمل بها مشغولات استوانية لان الحركة الرئيسية فيها هي حركة الظرف وهي بتكون حركة دورانية وبالتالي لو المشغولة بتاعة تتحركت حركة دورانية أي أداة قطع حتقطع فيها أو حتشيل منها أجزاء اللي هي الريش أكيد الناتجة الأخيرة هيبقى منتج ولكن مقطعه سطوة ممكن يبقى مدرج ممكن يبقى مسلوب وهكذا طيب المخراطة بتاعتي أجزاءها إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض كده أجزاء المخراطة إيه أنا عندي في تكنولوجيا الخراطة وظائف المخارط في الإنتاج وهي إن المخارط وظائفها الأساسية في الورش بتستخدم في إنتاج الأجزاء الأسطوانية والمخروطية والحلزونية والقلوزات وخارط الجلب والأقراص كل الحاجات اللي أنا قلتها دي دلوقتي وموجودة عندي كل الحاجات دي عبارة عن حاجات مقطعها سطوان أو حوالين الجسم بتاع المحور بتاعها شكل دائري طيب تعالوا نشوف أجزاء المخراطة نمرة واحد في أجزاء المخراطة أنا عندي القعدة اللي بتتكز عليها كل جسم المخراطة اللي هم القعدة تندوي بعد كده عندي ده الفرش بتاع المخراطة اللي بيبقى عليه المجاري وبيبقى شايل بقية الأجزاء نمرة ثلاثة عند الغراب السابت والغراب السابت ده له كذا وظيفة أول وظيفة فيه إن بيكون جواه صندوق التروس تروس السرعات اللي أنا حقدر أخد الحركة من الموتور واخدها أحولها لعمود الظرف اللي موجود قدامي عشان أخد سرعات مختلفة عشان إحنا بعد كده حنعرف إن السرعات دي بتأثر على العمل بتاع الشغلة أو حيبقى ليه سيار لكل نوع معدل سرعة معينة طيب طالما عندي غراب سابت يبقى أكيد عندي غراب متحرك والغراب المتحرك ده وظيفته إيه؟ وظيفته سند المشغولات الطويلة عن طريق الزنبة وإن أنا أقدر من خلاله أعمل نمرة اتنين يبقى نمرة واحد حسند المشغولات الطويلة نمرة اتنين ممكن من خلاله أعمل عشيات التأبع على المخرطة نمرة تلاتة حستخدمه في عمل المسلوب أو الأجزاء المسلوبة وتكون طويلة وتكون إيه؟ وتكون طويلة يبقى أنا عندي القعدة عندي الفرش عندي الغراب السابت اللي جواهه صندوق التروس وبينقل الحركة العمود الظرف عندي بعد كده الغراب المتحرك نمرة تلاتة عندي العربة والعربة دي اللي بتديني حركة التغذية اللي بتحرك بيها على فرش المخرطة يمينا ويسارا نمرة تلاتة عندي الرسمة العرضية وطبعا هي اسمها الرسمة العرضية لأن هي بتتحرك بعرض الفرش بتاع المخرطة بعد كده عندي الرسمة الطولية والرسمة الطولية دي أنا بستخدمها لما بكوني بعمل عمق قطع لما باجي أعمل خراطة الوجهية ودي احنا هنشوفها سوا وبعد كده عندي البرج والبرج ده اللي هو حامل الأقلام يبقى الأجزاء كده بسرعة عند القعدة اللي شايلة المكينة كلها عندي بعد كده الفرش عند الغراب السابت عند الغراب المتحرك عند العربة عند الرسمة العرضية عند الرسمة الطولية عند البرج طيب والحاجات دي كلها كده أنا ممكن من خلال الأياد اللي موجودة أعمل لها حركة هدوية طب إمتى أقدر أعمل لها حركة أوتوماتيكية؟ أيوة لما يكون عندي الثلاث أعمدة دول العمود اللي في الثلاث أعمدة دول بتبقى عمدة إدارة العمود اللي في النص عمود إدارة علشان يعكس لي حركة التشغيل يمين ويسار يعني يخلي في اتجاهها قريب الساعة أو عكس اتجاهها قريب الساعة العمود اللي فوق ده بيكون عمود الألووز اللي أنا من خلاله باخد الحركة بتاعتي للعربة علشان أقدر أعمل ألوزات واللوالب العمود اللي تحت ده بيكون علشان أعمل منه الحركة الأوتوماتيكية بتاع التحريك العربة طبعاً ده كده شكل تخطيتي علشان لو حاولت ترسم الرسمة بإيدك تبقى أنت بترسمها بنفس الترتيب وتراجع الفيديو بتاعنا وحلقاتنا علشان تجيب نفس الترتيب وترسمها بكل سهولة إنما بعد كده لو جيت أجيب الشكل بتاعي ده الشكل بتاع المخرطة اللي أنا بقابلها داخل الأقسام العملي طب تعالوا مع بعض كده نشوف أحد العمليات اللي ممكن تتعمل يعني مثلاً أنا عندي ده ظرف المخرطة ودي الشغلة الشغلة هنا دلوقت بتتحرك حركة دورانية ده الألم بتاع الخراطة هنا الألم بيتحرك عمودي على المحور ده المحور الأفق هو بتاع الشغلة والألم بيتحرك عمودي يبقى دي خراطة وجهية اللي بنقول عليها خراطة القورة طيب الألم دلوقتي لو بدأ يتحرك معايا وكانت الحركة بتاعته دي هو في الأول تحرك هنا حركة عمودية هنا بقى بيتحرك حركة موازية لمحور الشغلة بقى بيتحرك حركة موازية لمحور الشغلة فبقى دي اسمها خراطة طولية بقى اسمها خراطة طولية يبقى العلم لما بيتحرك حركة عمودية على المحور بيعمل خراطة وجهية الألم لما بيتحرك حركة أفقية يعني موازي المحور الشغلة بيكون بيعمل خراطة طولية اللي احنا بنقول علىه الخراطة العدلة طيب تعالى كده نقول مع بعضه وانا ممكن اعمل ايه فيه بالنسبة لمكينة الخراطة على مكينة الخراطة انا ممكن اعمل مجموعة من العمليات ومجموعة العمليات دي هيكون توصفها حسب اتجاه ألم القطع يعني ده المحور بتاع الشغلة لو الالم بتاعي بيتحرك عمودي على المحور يبقى دي خراطة وجهية اللي بنقول عليها خراطة القورة ودي علشان احدد البداية والنهاية بتاعة الشغلة احدد الاطوال لو الالم بتاعي اتحرك حركة افقية يعني موازي لمحور الشغلة يبقى دي اسمها خراطة طولية اللي بنقول عليها الخراطة العدلة طيب انا لو كان الالم ده بيتحرك بميل بقى مايل على محور الشغلة يبقى أنا هنا الشغلة بتاعتي مش هتبقى سطونية ده الشغلة بتاعتي هتبقى مخروطية طيب الألم بتاعي لو كان بيتحرك حركة أفقية بس كان له تغذية معينة فبدأ يعمل لي شكل حلزوني شكل حلزوني على محيط الشغلة يبقى ده بيعمل لي كده ألوزات وطبعا الألم وهو بيتحرك قبل ما يجي أركبه لازم حبقى عارف إن الألم ده له حدود قطع معينة تعال ناخد كده ونشوف أمثلة للمشغولات اللي احنا ممكن نعملها على المخراطة وإيه هي حدود القطع اللي حتقبل نشوف كده مع بعض عمليات الخراطة نمرأ واحد عند الخراطة الطولية الألم هنا بيتحرك حركة أفقية موازي لمحور الشغلة يبقى هنا بيعمل لي خراطة طولية طب يبقى حركة الألم موازية لمحور الشغلة وبيكون الناتج صفح إيه؟ طب تعال نشوف لو الألم هنا اتحرك عندي حركة عمودية على محور الشغلة يبقى هنا هيعمل لي خراطة وجهية اللي احنا بنسميها خراطة القورة يبقى هنا خراطة القورة بتكون حركة عمودية على محور الشغلة والغرض منها تصفية الأطوال طيب ناخد نوع تاني عندي خراطة المجاري المحيطية اللي احنا بنقول عليها خراطة الألوزات والألوزات طبعا انتوا عرفتنا أنواحة كتير ألوز مسلس ألوز مربع ألوز انجليزي ألوز فرنساوي على حسب طبعا الشكل بتاعي اللي انا محتاجه يبقى هنا الألم بتاعي بيتحرك حركة عمودية مع محور الشغلة مع وجود تغذية وده اللي تخليق مجاري حول الشغلة طب نشوف حاجة كمان عندي خراطة المسلوب أو المستدقات يعني عندي قطر كبير وقطر صغير والألم هنا علشان يجيب قطر كبير وقطر صغير لازم الألم حيتحرك بحركة مائل أو بزاوية ميل على محور الشغلة يبقى دي بتحرك القلم بشكل مائل على محور الشغلة وينتج عنها أشكال مخروطية طيب ألم الخراطة ألم الخراطة يعني أداة القطع اللي أنا بستخدمها في عملية القطع وألم الخراطة ده بسبته على حامل والحامل ده احنا شفناه موجود اللي احنا سمناه اللي اسمه البرج أو حامل الأقلام اللي موجوده على الرسمة الطولية الألم ده من أهم الأجزاء اللي موجودة فيه هي النصاب النصاب ده الجزء اللي حيتمسك منه الألم والنصاب ده اللي أنا وأنا بربط الألم منه الألم بتاعي لازم حيكون بارز عن جسم البرج للخارج مسافة وبروز الألم ده طبعاً بيأثر في قوى القطع المختلفة طيب يبقى أول حاجة النصاب وهو جسم القلم الذي يثبت في حاملل إيه القلم طيب وبقيت أجزاء الألم المهمة خلي بالك السطح اللي فوق ده اللي أنا بشاور عليه ده اسمه السطح الأمامي أو الأساسي السطح الأمامي والسطح ده اسمه السطح الخلفي الأساسي والسطح اللي زي ده من الناحية التانية اسمه السطح الخلفي المساعد طب أنا دلوقتي وأنا بعمل عملية القطع أنا بعملها بالسن ده بالطرف ده والحد ده ممكن يبقى ملامس للشغلة بقدر لإيه عمق القطع اللي أنا عمل طب تعالنا نعرف حدود القطع دي كده نقول الحد القطع الرئيسي ده الحد ده اسمه الحد القطع الرئيسي وده بينتج منين من السطح الأمامي والسطح الخلف الرئيسي السطح الأمامي اللي هو اللي فوق والخلف الرئيسي اللي هو ده طيب عندي بعد كده الحد ده اسمه الحد القاطع المساعد الحد القاطع المساعد ده نتج من أني سطحين من السطح الأماني اللي هو اللي فوق ده والسطح الخلف المساعد اللي هو موجود وراه طيب والخطين دول اللي هم الحد القاطع الرئيسي والحد القاطع المساعد دول اتقابلوا هنا في نقطة النقطة دي بقى اسمها سن الألم وسن الألم ده حاجة مهمة جدا لازم أكون عامل لها حسابات فنية كتيرة ليه؟ لأن سن الألم ده شكله هو اللي حيحدد الناتج بتاع التشغيل تشغيل خشن أو تشغيل ناعم يبقى سن الألم بيتكون الحد القاطع بتاعي من الحد القاطع اللي هو سن الألم ده من الحد القاطع الرئيسي والحد القاطع المساعد تمام؟ نيجي بعد كده المواصفات القياسية لألم المخراطة مواصفات الألم يعني أنا لما يجي أشتغل بألم الخراطة لازم شكل الألم حيحدد الشغلة يعني أنا ممكن يكون عندي ألم للخرط اليمين ألم لزاوي القورة اللي هي الخراطة الوجهية ألم للخرطة الطولية ألم للألووز المربع ألم للألووز المثلث وكل ألم من دول حيختلف شكله شكل مقطع النصاب النصاب إحنا لسا شايفينه من دقيقة وكان النصاب ده بيحدد المسافة اللي حيتثبت منها الألم وحيتحدد شكل الطريقة اللي حيتثبت بيها مقدار بروز أداة الخرط المرحني يعني الألم بتاعي لو ظاهر مسافة جبيرة لبرة أو ظاهر مسافة صغيرة مقدار زوايا الجرف والخلوس مقدار زوايا الجرف والإيه؟ والخلوس بعد كده وضع الألم أو ضبط طرف القطع يعني يكون عندي كل حاجة في طرف القطع لازم تكون معمول لها حسابات فنية طب نيجي بعد كده هنقول زوايا ألم الخرطة ولازم نبعرفين أن زوايا ألم الخرطة دي زوايا ألم الخرطة هي موجودة زي حاجات كتير موجودة في حياتنا الشخصية وحاجاتنا الطبيعية أنا عندي ثلاث زوايا الألم الخرطة زاويا اسمها زاوية الجرف وخلي كلمة الجرف دي قريبة من ودنك شوية زي كلمة جروف اللي أنا بشيل به الأشياء يبقى زاوية الجرف زاوية بتشيل المعدن عندي بعد كده زاوية الخلوس يعني بعمل خلوس أو مسافة ما بين الألم وما بين الشغلة علشان أقل اللي احتكاك ما بينهم بعد كده عندي زاوية اسمها زاوية السن طب أنت يا مستر محمد قلت لنا الثلاث زوايا وقلت خلي بالكم من حاجة إيه هي عندي أهم زاوية موجودة فيهم هي زاوية الجرف اللي بقدر أزيل بيها جزء من المعدن وأنا بعمل عملية الخراطة ليه مستر محمد يا زاوية الجرف دي هتبقى مختلفة من معدن للتاني أيوة هتبقى مختلفة من معدن للتاني طب إزاي يعني أنا لو قلت لك المعدن الطريح هتحتاج زاوية معينة والمعدن النشفة زاوية معينة أنت ممكن ما تقدرش تحفظها طب أنا حديك مثال من الطبيعة كلنا عندنا في البيت درج للمعالق المعالق اللي احنا بنستخدمها في الأكل كلنا عارفين أن المعالق لها أشكال مختلفة يعني عندنا معالق علشان نشرب بها السوائل وعندنا معالق بناكل بها المواد اللي زي الخضار وعندنا معالق زي الأيس كريم تخيل كده الثلاث معالق دول قدامك هتلاقي إن المعالق بتاعت السوائل علشان المادة اللي انت هتخدها ليينة قوي زي السائل هتلاقيها مقعرة قوي يعني زاوية الجرف بتاعتها ايه؟ كبيرة قوي يبقى المعادن الليينة هاخد لها زاوية جرف كبيرة ايه؟ قوي طيب والمعالق اللي بنكل بها الخضار هتلاقيها مقعرة بس مش قوي مقعرة بس نص ونص ده معناه ان المعادن المتوسطة الصلابة هاخد لها او هستخدم لها زاوية جرف متوسطة طيب والمعادن الصلبة عندك معلقة الايس كريم الايس كريم يعتبر اصلب شوية علشان مسلج هتلاقي ان المعلاقة عندك فلات اه يعني تعتبر زاوية جرف وقليلة قوي يبقى انا لازم ابقى عارف ان انا لما حاجي استخدم اداة القطع اللي ايه الام الخراطة حعمل حسابي في زاوية الجرف اذا كان المعادن طري اخد له زاوية جرف كبيرة اذا كان المعادن متوسط حاخد زاوية جرف متوسطة اذا كان المعادن صالب وناشف يبقى انا حاخد زاوية جرف قليلة طب دي بالنسبة للزواية طب الالم ده الشغلة دي وهي بتلف الالم بيحاول يضغط على الشغلة بيحاول يتغلغ الجوة الشغلة عشانه هو بيتحرك يقوم يشيل جزء من المعادن طيب الالم ده وهو بيخش كده مش لازم حضغط عليه ايوه يبقى لازم حأثر عليه بقوة فانا عندي كزا قوة بتأثر على سن الالم نمرة واحد القوة القطرية القطر بتاع الشغلة وهو بيلف بيضغط على الالم لتحت واكيد الالم بيعمل رد فعل واكيد خدنا في التطبيقات التكنولوجية ان من انواع القوة قوة الضغط وقوة الشد وقوة رد الفعل وقوة لرحناء يبقى انا عندي قوة قطرية وده اللي بتأثر على سن الالم وبتضغطه لتحت بعد كده عندي قوة التغذية التغذية بتاعتي هي المسافة اللي انا بتحركها بالالم مع كل لفة من لفات الشغلة وبالتالي وانا بحرك الالم كده بضغط على الشغلة في اتجاه التغذية وبالتالي الشغلة بتعمل لي رد فعل في الاتجاه التاني نمرة ثلاثة الالم بيضغط على الشغلة الجوة والشغلة اكيد بتعمل رد فعل البر اللي انا عندي كده ثلاث قوة قوة ممسية وقوة خطرية وقوة التغذية وأكيد في محصلة قوة كلها بتأثر على سيدن الألم يبقى أنا دلوقتي عندي زوايا للألم وعندي قوة بتأثر على الألم تعالوا كده نشوف مع بعض كده القوة دي ونشوف كمان زوايا ألم الخراطة نبص مع بعض عندي هنا زوايا ألم الخراطة وزوايا ألم الخراطة دي أكيد لما حاجي أرسم هنا ألم والألم بتاعي حيبقى ضاغط على الشغلة فإذا كانت دي الشغلة بتاعتي وهنا ده الألم بتاعي فأنا عندي كده تلات زوايا الزاوية الأولى اللي هي زاوية الجرف الزاوية وزاوية الجرف دي اللي قلنا إن احنا حنشيل بيها المعدن وبالتالي إذا كان المعدن طري حتبقى الزاوية كبيرة وإذا كان المعدن ناشف حتكون الزاوية دي قليلة ويبقى زاوية الجرف هي الزاوية المسؤولة عن انزلاق الريش وبتزداد في المعدن الطريقة وتقل في المعدن الناشف نمرة 2 زاوية الخلوص وزاوية الخلوص دي اللي بتقلل الاحتكاك واخديم بالكم إن المعدن في سطح الألم ده باعت سطح الألم عن الشغلة يبقى زاوية الخلوص بتاعتي موجودة عن منع الاحتكاك أو تقليل الاحتكاك ما بين الألم والشغلة نمرة 3 زاوية السن وزاوية السن دي هي المحصورة ما بين زاوية الجرف وزاوية الإيه وزاوية الخلوص وبالتالي زاوية السن دي لو زاوية الجرف كبرت زاوية السن حتقل ولو زاوية الجرف قلت زاوية السن حتكبر طيب تعالى نشوف القوة اللي بتأثر على ألم الخراط أول قوة عندي اللي هي قوة القطع وقوة القطع دي الشغلة وهي بتلف بتضغط على الألم لتحت يبقى دي أول قوة من القوة بتاعتي وهي القوة الناشئة من حركة الشغلة عشان الشغلة وهي بتلف حتضغط على الألم بتاعي لتحت طيب نمرة 2 عندي قوة قطرية الشغلة دي وإيه بتلف أنا بضغط على القطر بتاعها الجوة فبيحصل رد فعلي من الشغلة بتاعتي البر طيب نمرة 3 عندي قوة التغذية التغذية بتاعتي يعني الألم دي يتحرك في الاتجاه السهم ده كده يبقى التغذية بتاعتي لما الألم بيضغط في اتجاه السهم الشغلة بتعمل رد فعلي بقى عندي 3 قوة موجودة دلوقتي يبقى قوة القطع اللي هي موجودة عندي لأسفل وقوة القطرية اللي موجودة عندي للخارج وبتأثر على الألم والقوة التالتة اللي هي قوة التغذية طيب والقوة دي كلها لما أثرت هنا عند سن الألم ما بتعملش إجهاد أو بتعمل إجهاد نتيجة قوة القطع الكلية اللي هي محصلة مجموعة القوة دي اللي احنا طبعا درسناها في التطبيقات التكنولوجية طيب أنا دلوقتي لو جيت وسبت الألم بتاعي من المعروف والسابت إن أنا الألم بتاعي علشان يتسبت لازم يكون موجود عند محور الشغلة بالضبط موجود عند سنتر الشغلة طيب الألم بتاعي لو ارتفع أو الألم بتاعي انخفض عن مركز الشغلة ده هيسبب إيه؟ لو الألم هنا عند السنتر القوة بتاعتي والإجهادات هتبقى إجهادات متوسطة إنما لو الألم بتاعي ارتفع حيبقى فيه احتكاك زيادة هنا زاوية الخلوص حتقل زاوية الخلوص حتقل وكمان زاوية الجرف هنا حتقل طيب أنا دلوقتي لما الزوايا دي قلت أنا كنت عامل حسابي والزوايا دي بتقل والزوايا دي أساسية كنت عامل حسابي إن المعدن اللي أنا بعمله عملية الخرط ده يا إما معدن طري فكبرت زاوية الجرف يا إما معدن ناشف فقللت زاوية الجرف يبقى أنا دلوقتي إيش الألم بتاعي لو ارتفع عن المركز زاوية الخلوص حتقل يبقى اللي احتكاك حيزيد وزاوية الجرف زادت يبقى اللي إجهادات زادت طب تعالوا مبصوا هنا كده لو هنا الألم انخفض يبقى زاوية الخلوص عندي زادت وزاوية الجرف قلت وبالتالي يبقى كل الحاجات اللي أنا زبطتها أو عملتلها عملية ضبط بالنسبة لزوايا الألم ممكن تسبب لي إجهادات في الألم إن الألم يفقد صلابته إن الألم يحصل له كسر إن الألم ترتفع درجة حرارته ويخلص مني وينتهي مني الألم اللي هو العمر الافتراضي للألم طيب تعالوا بعد كده العوامل اللي بتتوقف عليها عملية الخرط العوامل اللي بتوقف عليها عملية الخرط لازم تبقى عارف إن أنا عملية الخرط موجودة عندي وعملية الخراطة دي أنا عندي ثلاث اتجاهات بتلاث حاجات لازم تحصل في عملية الخرط زي إيه يعني أنا مثلا عندي الثلاث حاجات دول نمرة واحد سرعة القطع السرعة بتاعتي بس مش المفروض من كلمة السرعة أو المعروف من كلمة السرعة ليه عدد اللفات لا ده سرعة القطع هنا بعد وانا بعمل عملية القطع كده الشغلة بتلف وانا بتحرج بالألم فبيطلع رايش أنا أقدر رئيس سرعة القطع بطول الرايش المقطوع ده في الدقيقة يبقى سرعة القطع يطول الرايش المقطوع في الايه في الدقيقة نمرة اتنين الألم عشان يعمل خرطة طولية لازم أنا أخش بعمق قطع الأول وبعدين أعمل الخرطة زي الفيديو اللي احنا شفناه في الأول طيب دلوقتي نمرة واحد سرعة قطع نمرة اتنين عمق قطع نمرة تلاتة التغذية والتغذية عندي هي المسافة اللي بتحركها الألم بعد كل لفة من لفات الشغلة يبقى دول تلات مفاهيم أساسية والتلات مفاهيم الأساسية اللي هي سرعة القطع نمرة اتنين عمق القطع نمرة تلاتة التغذية طيب أنا دلوقتي لما يجي أقولك إيه العوامل اللي بتتوقف عليها سرعة القطع عايزك تحفظ خمس حاجات مهمين نمر 1 سرعة القطع نمر 2 عمق القطع نمر 3 التغذية نمر 4 نوع معدن أداة القطع نمر 5 نوع معدن الشغل سرعة القطع، عمق القطع، التغذية، نوع معدن أداة القطع، نوع معدن الشغل أنت عايزك تحفظهم ليه عشان أنا لو قلت لك إيه هي العوامل اللي بتتوقف عليها سرعة القطع تقول لي دول لو قلت لك إيه هي العوامل اللي بتوقف عليها عمق القطع وقول لي البقيين لو قلت لك إيه العوامل اللي بيتوقف عليها التغذية وقول لي البقيين ليه مستر محمد هم كلهم بيتوقفوا على بعض؟ أه طبعا كلهم بيتوقفوا على بعض إزاي؟ هو أنا لو بقطع معدن طري يبقى ممكن اشتغل بسرعة قطع كبيرة أعمل تغذية كبيرة أعمل عمق قطع كبير طب ولو بعمل قطع في معدى الناشف يبقى حعمل تغزية قليلة حعمل سرعة قطع قليلة حعمل عمق قطع قليل طب هو أنا لو شغلت بسرعة كبيرة لو سرعتي كبيرة لازم أقلل في عمق القطع والتغزية لو سرعتي قليلة يبقى ممكن أعلي عمق القطع وأكبر التغزية يبقى إذن العوامل دي كلها متوقفة على بعض أقولهم تاني اللي هي سرعة القطع عمق القطع التغزية نوع معدن الشغلة نوع معدن أداة القطع طب يلا بينا نشوف كده العوامل اللي توقف عليها عملية الخط يلا بينا بيقول العوامل التي يتوقف عليها عملية الخرط العوامل اللي بتوقف عليها عملية الخرط هي نمرة واحد سرعة القطع وسرعة القطع لما بنيجي نعرفها أو بنرمزلها بالرمز عين بنقول هي طول الريش المقطوع في الدقيقة وممكن أعمل حساب لسرعة القطع إزاي؟ أقول إن العين بتساوي طه قاف نون على ألف وطبعا أنا بأسم هنا على ألف لأني بكون واخد قطر الشغلة بالملي متر والناتج بتاعي هنا بيكون بالمتر لكل دقيقة يبقى سرعة القطع هي طول الريش المقطوع في الدقيقة وسرعة القطع بتتقاس بطه قاف نون على ألف الطه اللي هي النسبة التقريبية بـ 22 على 7 أو بـ 13 و 14 من 100 والقاف هي قطر الشغلة والنون هي عدد لفات الظرف أو عدد لفات الشغلة في الدقيقة طب تعالى كده ناخد مثال لحساب سرعة القطع بيقول لي احسب سرعة القطع لمشغولة من الصلب قطرها 40 ملي متر علما بأن ظرف المخرطة يدور بمعدل 80 لفة لكل دقيقة زي ما تعودنا في كل المواد اللي بندرسها رياضيا إن أنا بعمل هامش وباخد المعطيات اللي موجودة عندي ومن المعطيات بحل المسألة أعمل هامش بيقول لي احسب سرعة القطع يعني عايز عين بتسوي إيه لمشغولة من الصلب قطرها 40 ملي متر يبقى كتب هنا قاف وقول بتساوي 40 ملي متر علما بأن ظرف المخرطة يدور بمعدل 80 لفة لكل دقيقة يبقى نون بتساوي 80 لفة لكل إيه لكل دقيقة نحط القانون بتاعنا تبقى عين بتساوي طه قاف نون على ألف وطبعا بكرر تاني إن الألف دي سببها إن القاف بتكون بالملي متر فأنا بأسم على ألف عشان أحولها للمتر يبقى حط يساوي تحت يساوي وأقول إن الطه بتساوي 3 و 14 من 100 أو 22 على 7 في القاف بتاعتي هو مدهاني في رأس السؤال بـ 40 في النون عندي هو مدهاني بـ 80 على ألف يبقى السرعة بتاعتي طلعت بعشرة متر لكل دقيقة يبقى سرعة القطع على المخرطة دي اللي بتلف 80 لفة في الديقة هي عشرة متر في إيه؟ في الدقيقة يعني طول الريش المقطوع في الديقة هو عشرة متر في الديقة طب تعالى نكمل العوامل اللي بتوقف عليه عملية الخارط قلنا أول حاجة سرعة القطع وهي طول الريش المقطوع في الدقيقة نمرة 2 التغذية وكلمة تغذية معناها أن الألم دي اتجاه التغذية معناها أن الألم بيتحرك حركة موازية لمحور الشغلة يبقى التغذية هي الحركة اللي بتحركها الألم مع كل لفة من لفات الشغلة يبقى التغذية هي المسافة التي يتحركها القلم لكل لفة من لفات الشغلة طيب تالت حاجة من الحاجات اللي احنا بنقول بتأثر أو العوامل اللي احنا بناخدها عندنا تأثير على عملية الخرط هي عمق القاطع عمق القاطع يعني المسافة اللي دخلها الألم داخل الشغلة المسافة دي اللي هي تعتبر سمك الريش أو تعتبر المسافة اللي بيتغلغلها الألم داخل الشغل يبقى عمق القاطع هو الاتجاه العمودي على محور الشغلة ويبقى هو أو هي المسافة التي يتغلغلها الألم داخل معدن الشغلة ودي بتطلع لي سمك الريش اللي خارج عندي نيجي بعد كده نقول العوامل اللي توقف عليها سرعة القطع من شوية قلت لك خمس حاجات ممكن تزود عليهم إذا كان فيه سائل تبريد أو حالة المكينة يبقى هي دي العوامل يبقى أنا حشيل سرعة القطع وأقول البقية يبقى أنا العوامل اللي بتوقف عليها سرعة القطع نمرة واحد نوع معدن القطع نوع المعدن اللي أنا بقطعه يعني نوع معدن الألم نمرة ثلاثة مقدار التغذية لأن لو المعدن طري يبقى أنا حستخدم سرعة قطع كبيرة لو المعدن ناشف حستخدم سرعة قطع قليلة لو معدن الألم صلب جدا وناشف جدا يبقى أنا حستخدم سرعة قطع كبيرة إنما لو معدن الألم مش صلبته عالية وحيتأثر بالحرارة والإجهادات والاحتكاك حستخدم سرعة قليلة طب ومقدار التغذية لو أنا عامل تغذية كبيرة مقدار تغذية كبيرة حستخدم سرعة قطع قليلة لو هستخدم تغذية قليلة ممكن تبقى سرعة القطع كبيرة يبقى الحاجات دي أثرت على سرعة القطع ولا لا أثرت فعلا أنا مستر محمد على سرعة القطع نيجي بعد كده نقول العمر اللي افتراضي للألم الألم الخراطة اللي أنا باستخدمه ده له عمر افتراضي لازم اشتغل به عدد ساعات معانا لأنه بيتعرض لإجهادات وارتفاع في درجة الحرارة واحتكاك يبقى أنا لو الألم ده قديم وبقى له فترة شغال معايا لازم الألم ده أقلل السرعة اللي موجودة عليه نمرة خمسة مقدار عمق القطع وسائل التبريد لو أنا عمق القطع بتاعي كبير يبقى سرعة القطع اللي أنا هستخدمها قليلة لو عمق القطع بتاعي قليل يبقى سرعة القطع ممكن تكون كبيرة سائل التبريد بيقلل الاحتكاك يعني أنا لو عندي سائل تبريد شغال بيه بيعمل عملية تبريد للشغلة يبقى أنا ممكن اشتغل بسرعة قطع عالية لو ما عنديش سائل تبريد هشتغل بسرعة قطعه قليلة طيب نمرة بعد كده العوامل اللي بتؤثر في تكوين الرايش العوامل اللي بتؤثر في تكوين الرايش عندي طبعا نمرة واحد نوع المعدن يعني المعدن لو طري الرايش هيبقى له شكل معين المعدن لو ناشف هيبقى له شكل تاني يعني يبقى المعدن شغل الرايش بتاعي مستمر او يبقى متقطع او يبقى متفتت نمرة اتنين شكل الحد القاطع الحد القاطع عندي حد قاطع اصير في المسافة ما بين النصاب وما بين سن القاطع او السن بتاع الحد القاطع هيطلع عندي سمك رايش كبير لو المسافة كبيرة بتاعة الحد القاطع هيطلع رايش مساحة مقطعه كبيرة نمرة ثلاثة مقدار سرعة القاطع لو سرعة القاطع كبيرة هتغير في شكل الرايش لو سرعة القاطع كبيرة وانا عندي معدن متوسط حيديني رايش مستمر لو معدن ناشف حيديني رايش متقطع نمرة اربعة عمق القاطع لو انا امدي عمق قاطع كبير عمق القاطع اللي هو كان المسافة اللي بيتغلغالها القلم داخل الشغلة لو انا عامل عمق قاطع كبير يبقى مساحة مقطع الرايش كبيرة طيب تعال بعد كده نقول انواع الرايش دلوقتي الرايش ده بيتحدد على حسب شكل الالم وشكل الحد القاطع ونوع المعدن المعادن اللي انا بستخدمها في عملية القاطع في معادن طرية معادن متوسطة معادن صلابتها عالية يعني طرية ما بقصدش طرية يعني لينة لا احنا عندنا معدن زي معدن الالمونيوم ده معدن طري عندنا معدن زي معدد النحاس ده معدن متوسط وممكن نعتبره طري لان فيه سبايك من سبايك النحاس بتكون طرية ما بقصدش طرية يعني فيها ليونة طرية يعني طرية في الخصائص بتاعتها لا دينا طيب وفيه معادن نشفة اللي بنسميها صلبة او صلدة وفيه صلدة وصلدتها عالية جدا يبقى انا الرايش اللي حيخرج عندي فيه ثلاث انواع من الرايش في عندي رايش مستمر وده بيجي من المعدن الطري وفيه رايش متقطع مستمر يعني يطلع اجزاء طويلة رايش متقطع تبقى اجزاء مش طويلة انما المتفتت يبقى اجزاء فيها زي الكسر يبقى انا انواع الرايش عندي رايش مستمر رايش متقطع ورايش متفتت تعالى نشوف مع بعض انواع الرايش بصوا كده معايا عندي من انواع الرايش نمر واحد الرايش المستمر والرايش المستمر ده ده هيكون شكله اننا دلوقتي الحد القاطع بيضغط على الشغلة ولما بيضغط على الشغلة بما ان المعدن عندي من المعادن الطرية فبيقبل الانسياب فبلاء ان الرايش عندي واخد شكل شريطي نمر اتنين عندي الرايش المتفتت والرايش المتفتت ده بيكون في المعادن الصلبة ده متفتت في المعادن الصلبة وما عندوش فرصة انه يحصل فيه استمرار زي ما حصل هنا استمرار في المعدن الطري يبقى انا عندي دلوقتي ريش مستمر في معدن طري ورايش متفتت في المعادن الصلبة طب هو تالت نوع يا مستر محمد تالت نوع عندي اللي هو الرايش المتقطع يعني بيطلع قطع صغيرة والقطع الصغيرة ديت بتنتج ان المعدن هنا متوسط الصلبة بيكون المعدن متوسط الايه؟ الصلبة والرايش المتقطع ده غالبا بيحدث لما بكون عامل عمق قطع كبير او تغذية كبيرة كل لما كان عمق القطع كبير والتغذية كبيرة بيديني هنا رايش متقطع يبقى الرايش المستمر خلي بالك عشان بيجي فيه سؤال مهم الرايش المستمر بيجي في المعادن الطريق الرايش المتفتت بيجي في المعادن الصلبة طب اللي ما بين المستمر والمتفتت ايه؟ اللي ما بين المستمر والمتفتت الريش المتقطع نروح لحاجة تانية أنواع أقلام المخارط طبعا أنا عندي الأنواع اللي موجودة عندي هنا في الشكل دي الأنواع دي كلها أنواع للخراطة الخارجية يبقى أنت عايز تقول لنا مستر محمد أن فيه أنواع للخراطة الخارجية وأنواع للخراطة الداخلية أيوة بالزبط كده طيب الأنواع دي مستر محمد إحنا شايفين أنه بيقول أن فيه خرط عدل خرط تخشين خرط تنعيم ما عندناش مشكلة فيه إنما يعني إيه خرط عدل يمين أنا أعرف منين أنه يمين أن شكل الألم بتاعي ده حيتحرك ناحية الشمال حيتحرك ناحية الشمال أعرف منين أنه يمين أقول لك هنعرف منين أنا دلوقتي عندي ألم الخراطة موجودة عندي بالشكل الأفقي ده ألم الخراطة دلوقتي موجودة عندي بشكل أفقي اللي أنا حد أضغط به على الشغلة طيب ولما حاجي أضغط بي على الشغلة أنا ححط كاف في إيدي على الألم أنا دلوقتي الألم حضغط بي على الشغلة عشان أعمل عملية عمق القاطع وحيبدأ يتحرك عندي حركة التغذية لو دي الشغلة وده الألم والألم حيبدأ يتحرك كده فأنا بحط كاف في إيدي على الألم كاف في إيدي دلوقتي على الألم دلوقتي اتجاه الإبهام في إيدي متجه في الاتجاه ده يعني ده اتجاه حركة التخذير يبقى ده الإيد الإيه اليومنا يبقى ده اسمه ألم يمين طب لو الألم بتاعي كان هيتحرك كده فانا هحط كف إيدي على الألم واشوف الإبهام متجه لفين الإبهام متجه هو ناحية الخرط هو صحيح ده اتجاه الخرط بتاعي إنما كف إيدي الإيد دي اسمها إيد إيه يسرى يبقى ده ألم شمال يبقى أنا الإبهام بيشير إلى اتجاه عملية التخذية واشوف كف إيدي إيدي دي مين اليمين يبقى ده ألم خرط يمين أشوف الإيد التانية لو أنا هتحرك دلوقتي في اتجاه تاني يبقى أنا الإبهام بيشير إلى اتجاه حركة التخذية أشوف إيدي دي أنهي إيد فيهم يبقى إيدي دي الإيد اليسرى يبقى ده ألم خرط إيه ألم خرط شمال تعالوا نكمل كده في موضوع الأقلام يبقى أنا عندي أقلام المخارط عندي اقلام ممكن تكون اتجاهها يمين او اتجاهها شمال ممكن تكون اقلام للخرط العدل تنعيم او تخشين هنا بص كده شكل الام التنعيم ان في مسافة تلامس كبيرة مع الشغلة وده علشان ما يسيبش اي خطوط للتخزيه هنا دي اقلام ده عندي الام بيعمل الوزات ده الام بيعمل حلية داخلية او بيعملها خارجية وده الام بيسموه الام القطع لشان اعمل عملية الام القطع على الشغل طب الخواص الاساسية الواجبة الواجب مراعتها في مواد صنع اقلام المخارط المادة اللي حصنع منها الام لازم يتوافر فيها ايه لازم يتوافر فيها مجموعة من الشروط الشروط دي هي نمرة واحد يكون زو صلادة عالية يعني صلابته او صلاته تكون اعلى من صلادة الشغلة اللي انا بقطعها نمرة اتنين متانة عالية يكون ما بيفقدش خواصه اللي هي مقاومة الاجهادات بسهولة نمرة تلاتة يقاوم التآكل ودرجات الحرارة العالية يعني لما يحصل ما بينه وما بين الشغلة احتكاك واحنا بنحاول طبعا نقلل نقلل الاحتكاك ما بين الشغلة وما بين الالم علشان نقلل التآكل اللي فيه طب بما ان انا عرفت الخواص الاساسية اللي موجودة فيه اقلام المخارط لازم اعرف كمان مواد صنع اقلام المخارط نمرة واحد الصلب الكربوني نمرة اتنين صلب السرعات العالية الصلب الكربوني هو صلب فيه نسبة كربون وانا بعمله عملية حدادة علشان اركز الجزيئات فيه ويقطع بس طبعا مش هيقطع في المعادن الصلبة جدا صلب السرعات العالية هو صلب كربوني مضاف اليه بعض المعادن والسبائك علشان اقدر اعمل عملية الخارط بسرعة عالية علشان يقاوم الاحتكاك اللي موجود ويقاوم درجات الحرارة نمرة تلاتة اللقم الكربيدية اللقم الكربيدية نوع برضو من ادوات او معادن ادوات القاطع نمرة اربعة المواد الخزفية ما بقصدش بالخزف الخزف اللي احنا عارفينه اللي هي الفازات وكده لا ده المواد الخزفية في معادن اسمها المعادن الخزفية نمرة خمسة الماس الماس يا مستر محمد انت عايزني اجيب قطعة ماس ممكن تكون تمانها مئة الف جنيه واعمل بيها عملية القطع اه ممكن اجيب الماس واقطع بيه بس طبعا في مشغولات معينة على مكينات معينة انا عندي مكينات خراطة ومكينات الخراطة دي فيه مكينات عادية وفيه مكينات بتشتغل بالبرمجة وبالتالي لما هتشتغل بالبرمجة حابقى جايب مكنة تكلفتها عالية يبقى حاجيب الماس لان الماس هو 100% كربون وهو اصلد انواع المعادن لا يحدث له تآكل على الاطلاق طب مستر محمد احنا خدنا كده اقلام المخارط طب هتشرح لنا ايه بعد كده هقولك ان انا عندي كده اقلام المخارط اللي انا بعمل بيها عملية القاطع طب الشغلة عندي الشغلة عندي لازم تتربط على مكينات الخراطة حربطها بايه حربطها بوسائل ربط مختلفة من ضمن وسائل الربط دي الزرف وظرف المخارطة عندي انا بعمل بيه عملية الربط من اتجاه ومن الاتجاه التاني ان ظرف المخارطة مربوط على عمود واخد حركته من صندوق السرعات اللي موجود في الغراب المتحرك طيب دلوقتي الظرف واخد السرعات من الصندوق السرعات اللي في الغراب المتحرك هو انا دلوقتي السرعات دي باخدها من المطور الكهرابي بنقلها على طول الظرف لأ طبعا ماينفعش ليه لان المطور الكهرابي سرعة واحدة وانا لسه قلت دلوقتي ان انا المعادن النشفة ححتاج لها سرعة قليلة والمعادن الطرية ححتاج لها سرعة عالية والمعادن المتوسطة ححتاج لها سرعة متوسط طب انا دلوقتي يبقى انا مش حنقل الحركة من المطور دايركت على طول الظرف وما لحعمل ايه؟ عندي الغراب السرعة في مجموعة من التروس طب مجموعة التروس دي رجبة مع بعض مجموعة التروس دي حتاخد الحركة من المطور ويتنقل هالي للظرف انا كده ما عملتش حاجة انا كده بقت السرعة عندي سرعة سبتة او ما اقولك لا دا انا حيبقى عندي طرق معينة لنقل الحركة بين التروس بحيث ان انا اغير مجموعات التروس اللي موجودة والكلام دا طبعا احنا حنشرحه مع بعض مجموعات التروس اللي موجودة حنقل ما بينها الحركة بحيث انها تاخد الحركة اللي وصلالي من المطور الكهرابي عن طريق السيور والتنابير وتنقل هالي للظرف بس اقدر اغير فيها يبقى نمرة واحد عندي مجموعات تروس حنقلها من المحرك للظرف طب ونمرة اتنين هو انا مش ساعات بعمل حركة اوتوماتيكية علشان احرك العربة علشان تعملي تغزية طولية علشان اعمل عملية الخرط بطريقة اوتوماتيكية اه طب والحركة الاوتوماتيكية دي هتيجي منين الحركة الاوتوماتيكية دي اكيد هتكون عن طريق مجموعة تروس تانية لازم نبقى عارفينها ولازم نعرف ازاي هننقل الحركة فيها بحيث انها تنقل الحركة بتاعة الظرف او تربط للحركة ما بين ظرف المخرطة وما بين عمود الحركة الرئيسي بتاع العربة يبقى انا عادي مجموعة تروس هتنقل الحركة ليه الظرف ومجموعة هتنقل ليه التغزية طب انتو عايزين تعرفوا ايه هي مجموعة التروس دي وحننقلها ازاي وحنعمل فيها ايه يبقى لازم تنتظرونا للحلقة القادمة وإلى ان اراكم نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة